اسلام عليكم يا احباب رح نتعلم في لقائنا اليوم مهارة انشاء رسوم متحركة كروية وشفافة في برنامجنا الممتع باوربوينت بادوات بسيطة وخطوات سهلة خلوني اوضح لكم الطريقة بالتفصيل ومن البداية انا احمد صالح من قناة عالمكم وشارك معكم مهارات ابداعية واحترافية في برنامج باوربوينت لمساعدة المبدعين امثالكم على تصميم عروض تقديمية جذابة واحترافية في برنامجنا باوربوينت ويلا حتى نبدأ يا احباب بعد الفاصل مباشرة اهلا بكم مصدقائي متل ما انا شايفين نحن الان ضمن برنامج باوربوينت ورح نبدأ بتصميم جميل للرسوم المتحركة بمحاكاة الكورة الارضية ثري دي وشفافة ومضاعة رح نبدأ من الصفر تماما متل ما اتكلمت في بداية هذا اللقاء ومثل ما اعتدتم دائما اقدم لكم هذه المعرات بادق التفاصيل رح ننقر باليمين ونتوجه الى تخطيط ومنختار شريحة فارغة نتوجه الى ادراج ومن اشكال رح نختار المستطيل وبنقر مع السحب لارسم مستطيل بقدر مساحة الشريحة بالضبط برجع مرة تانية الى ادراج ومن اشكال نختار شكل بيضاوي اضغط مفتاح شفت من الكيبورد وبنقر مع السحب لحتى ارسم يعني فينا نقول مساحة بحيث تظهر الان على كامل السلايد بالضبط بتوجه الى تنسيق الشكل ومن محاذا باختار محاذا الى الوسط ومحاذا الى المنتصف وبعمل منها نسخة تانية نسخة تانية رح نتركها على الطرف الان بجي بحدد المستطيل اضغط مفتاح الشفت وبحدد الدائرة وبتوجه الى دمج الاشكال ومنختار طرح لحتى نقوم بعملية تفريغ المستطيل بالشكل الدائري بتوجه باختار لون اسود كتعبئة وباختاره بدون اطار الان الدائرة التانية بتوجه الى المحاذا وباختار محاذا الى الوسط ومحاذا الى المنتصف عشان تكون معاي بهذا التطابق بالضبط باختار لالها بدون اطار وباختار تكستر او ملمس احد الالوان وليكن عندي على سبيل المسال رح استخدم هذا اللون رح نعطيها الان طابع لثري دي كرة ولكن هذه الكرة شفافة رح ننقر باليمين بتوجه الى تنسيق الشكل وبتوجه الى التأثيرات وعندي تنسيق سلاسي الابعاد نجي الى الحافة العلوية وباختار نمط دائري وباجي الى الحافة السفلية وايضا باختار نمط دائري الان رح نبدأ بتعديل هذه القيم عشان نحصل على الشكل الكراوي فالست نقاط الموجودة ستة بستة لكل واحد بوصا فستة بستة هو ستة وتلاتين لو طلعنا على ابعاد الدائرة رح نشوف عنديها بعرض وارتفاع ستة فاصلة تمانا وتمانين فلحتى ااخد هذا الاعداد بدقة رح نبدأ بستعاء الال الحاسب تمام وبضرب تلاتين ستة وتلاتين ضرب عندي ستة فاصلة تمانا وتمانين فبعطيه ساوية وطلع معي ميتين وسبعة واربعين تقريبا فرح نعتمد على الميتين وسبعة واربعين فلهيك رح اجي الى المجسم مشتوف الحواف واللي اخدناه كحافة علوية بشكل دائري وباجعل العرض بنسبة او بقدر ميتين واربعين سبعة واربعين وايضا الارتفاع ميتين واربعين سبعة واربعين لحظة جمالية وبنسبة لموضوع ايضا الحواف السفلية باجي بختار ميتين واربعين سبعة واربعين وايضا الارتفاع بختاره ميتين واربعين سبعة واربعين ممتأس جدا لحد الان رح نتوجه الى الماتريال او المادة وبختار شفاف وبختار احد يعني واحد من العناصر الموجودة لكن شو عندي مكتوب هوني تأثير الشفافية فباجي بختار شفاف بكون حصلت الان على هذا الطابع الجميل الجزء الاول من اللقائي معكم اليوم تقريبا انتهى رح نتوجه الى ادراج شريحة جديدة ورح تشوفه بصندوق الوصف رابط لموقع البكساباي ورابط تحميل هذه الخريطة رح يكون موجود معاكن بتمكن فقط على free download وبتحمل الخريطة فبرجع الى برنامج الباوربوينت وانا كنت محمل الخريطة رح اسحبها الى داخل البرنامج خلني انا اصغر شوي العرض مشان الموضوع يكون متاح لكم وواضح كل شيء بضغط shift وبحرك الخريطة للخارج انا محتاجة تكون ايش معي بخلف الشريحة او بخارج عفوا الشريحة بالضبط باختار من الخريطة الاسخة تانية بضغط مفتاحي control زائد دين رح نحدد الخريطين مع بعضهم البعض وبتوجه الى محاذا وبختار الى الوسط والى المنتصف عشان نعمل التطابق للخريطين مع بعضهم البعض ومتوجه الان الى قائمة الحركات لحتى نبدأ بيعطاء الطابع الانيميشن او الحركة على الخرائط وهدول اللحظة عبارة عن خريطين متطابقتين لكن رح احرك وحدة والتانية تلحقها بعد مدة زمنية معينة بداية رح نتفق على التأثير بجي الى اضافة تأثير امام هذا المكان او من اضافة تأثير وبنختار تأثير خروج وبختار تحريك او تحرك الى الخارج طبعا الدفل توا عندي الى الاسفل خليني انا اغيرهم وبختار عندي الى اليسار محتاج لحركة تكون معاي لليسار رح ابدأ اول شي بتفعيل جزء الحركة وبختار للتأثيرين البدء يكون عندي اياه مع السابق اتنين اشتروا مع بعض وباجي بضبط مدة زمنية معينة ولا يكون بقدر ثمانية لاني محتاج يكون في عندي حركة بطيئة وشكل كبير على مدار الشريحة فيستغرق مدة زمنية اطول لكن للملاحظة ان الخريطة الثانية يبدأ ظهورها بعد انتهاء ولا يكون عندي على سبيل المسال منتصف ما يبدأ منتصف الاخر للشكل التاني يبدأ ظهور او شكل اول عفوا يبدأ ظهور الشكل التاني فباجعل له نسبة تأخير فباجي نسبة تأخير هو على التأثير التاني وابنضبطه بمنتصف المدة الزمنية يلي اخذناها للتأثير كامل ويلي هي اربعة بعد ما اخذنا نسبة التأخير باجي بحدي التأثيرين مع بعض والبعض بنقر باليمين وبتوجه الى خيارات التأثير والى تبويب التوقيت وبجعل الالون تكرار حتى نهاية الشريحة يعني طالما انا موجود بهذه الشريحة اجعل هذا التأثير مستدام ومستمر ويعاد كل ما انتهم على الشريحة طيب الان بحدد الخريطين مع بعض والبعض بضغط وبنقر مع التحريك الى الجهة المقابلة بالضبط وبتوجه الى خيارات تأثير عشان انا اعكس الحركة وتكون عنديها من اليمين بالضبط الان بجي بحدد الشكل البالامام وبتوجه الى تنسيق الصورة والى شفافية وقلنا ان ميزة الشفافية متوفرة في اوفيس تلاتمية وخمسة وستين واوفيس الالفين وواحد وعشرين تمام طيب وبجي بختار ولكم بنسبة تمانين بالمية وبجي بختار نقل الى الخلفية الان بحدد الشكل اللي بقي معي بالامام ونفس المبدأ بختار لقل الشفافية بنسبة تمانين بالمية بالضبط يا اصدقاء بكون حصلنا على شكل البعيد يكون معاي شفاف او لونه باهد والشكل الامامي للخرائط على وجه الكل الارضية رح يكون معي قاتم ودرك غامق واضح تمام في حال بحال ما يستيشافية مش توفرة عندك بالاصدار فاعتمد على الفلاتر اللونية يعني اخذ هذه الاشكال وغير بالفلاتر اللونية واحصل على اللون الفيو التبييض ممكن يساعدك بانجاز هاي الفكرة فنحن الان لو شغلنا شريحتنا رح نشوف حركة جميلة جدا جدا للخرائط الخلفية ومنها الامامية بهذا الشكل الجميل كيف الان رح نعمل تداخل ما بين تصميم الشريحة الاولى يعني الكرة الارضية واظهر الخرائط واتفقنا مع حضراتكم احنا اخدنا الماتريال شفاف فلهيك رح اجي احدد المستطيل اضغط شفت وبحدد الكرة الارضية او الشكل الكراوي وباخد كابي كنترول زائد سي وبرصقه على الشريحة النهائية ولو شغلنا الان رح نحصل على مزيج متميز بخطوات بسيطة لكيفية تصميم الرسوم المتحركة اه ثلاثية الابعاد الشفافة وكذا المثال مقترح على خريطة الكرة الارضية اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لي حضراتكم الشيء الجميل والنافع ولا اخفيكم كالمعتاد فتكرما لا تنسوني من دعمكم وتفاعلكم ترزو عني كل خير والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة